بسم الله الرحمن الرحيم وأنكم إليه تحشرون يوم الثاني عشر للمتعجل واليوم الثالث عشر لغير المتعجل الرمي يكون بعد الزوال يعني إذا زالت الشمس وحان أذان الظهر وأيضا يجب الترتيب في رميها يبدأ بالجبره الأولى وهي التي جهت مسجد الخيف يرميها بسبح حصيات متعاقبات يرفع يده عند كل حصا ويسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره ويستقبل عن قبله ويرفع يديه ويكفر من الدعاء والتبرع ثم إذا رمى الجمرة الصغرى يتقدم للجمرة الوسطى ويرميها بسبح ثم جمرة الحقبة الإنسان في ميناء إذا أراد أن يتعجل فإنه بعد رميه للجمار أيام التشريق في اليوم الثاني عشر له أن يتعجل بأن يخرج من ميناء قبل غروب الشمس فإذا تعجل الإنسان ورمى بعد الزوال يوم الثاني عشر رمى بعد الظهر أو بعد العصر وخرج من ميناء قبل غروب الشمس يسقط عنه رمي المبيت ورمي الثالث عشر وإذا كان الإنسان يريد أن يتعخر للثالث عشر فيبيت ليلة الثالث عشر ويرمي في اليوم الثالث عشر بعد الزوال ثم تنتهي أعمال ميناء زيارة المسجد النبغي ليس لها علاقة بالحج لو حج الإنسان ورجع إلى بلاده حجه كامل وليس فيه نقص